السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا السؤال ده الأزلي الأفضل للمدارس اللغات ولا العربي من حيث وجه الاستفادة للطفل والمستقبل تمام وكده السؤال التاني لما فيش مكانية للخاص سواء عربي أو لغات الأفضل أدخل ايه مع صعوبة المناهج وهل فيه فرق من الحكومي والتجريب والتجريبي يستاهل ان ابني يتأخر سنة ويدخل أولى ابتدائي على ثمان سنين للعلم هو عنده خمس سنين ومتأسس جولي فونيكس كويس المهم السؤال الأزلي ايه هو المهم او ايه هي الأفضل لابني طيب تعالنا خدوا من واحدة واحدة كده اولا موضوع المناهج صعبة المناهج صعبة على الكل حكومي تجريبي لغات احنا عندنا خمس فات اول فئة الحكومي احنا هنجيب من تحت الفوق بدرة ترتيب تصاعدين اول حاجة الحكومي تاني حاجة التجريبي تالت حاجة الخاص الخاص بقى اللي هو اللي بندفع فلوس فيه كتير فيه خاص لغات وفيه خاص عربي وبعد كده فيه وبعد كده فيه أعلى حاجة اللي هو مبدئيا كده مبدئيا الخمس فات دول لازم تاخد درس تاني انا هقول لك كل التفاصيل وانت بقى احكم في الآخر عشان مش عايز حد يعلق تحت يقول تبقى ايه الافضل انا هقول لك كل المقارنات من جميع كل حاجة حكومي تجريبي لغات عربي لغات لغات عربي خاص او لغات ناشنال انترناشنال كلهم بلاستثناء هتاخد فيهم درس تبقى اللي عرفك انا معايا حكومي ومعايا ناس بتاخد تجريبي درس والناشنال والانترناشنال كلهم بياخدوا دروس عنتي طيب نجي واحدة واحدة الحكومي طبعا الحكومي فيه في أماكن معينة وحش جدا 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 وفيه في أماكن كويسة وهنا انت مضطر يدخل ابنك حكومي امكانيات مادية تاني ما عنديش ادفع لابني تلاتين الف في السنة عشرين الف في السنة زي ما كل مدرسة لها 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 اسعار فيه من عشرين لعند فيه مئة الف في السنة وفيه أكتر من كده كمان ما معيش امكانيات ومعيش فلوس بدخل ابن حكومي خلاص ده يعني انت مش قدامك غير ده مش معاي حتى ادفع خمسة لاف جنيه في السنة مش هقدر ادفع لابني خمسة لاف جنيه مثلا يعني في السنة فانا هدخله حكومة وهياخد درس خلاص يعرفنا طب الحكومة يا مسر كويس ولا وحش ما انا بقول لك اهو فيه اماكن فيها كويسة وحش بس مش في مقارنة بينه وبين اللغات طبعا كمستوى اللي قاعد فيه ابني اللي جنبه انا مش ضامن ظروفه ايه او جاي منين او شغال ايه او بيعمل ايه او طالع من بيئة عاملة ازاي انا خلاص انا هروح ببختك يا ببخيت زي ما احنا بنقول يعني ايه بختك يا ببخيت يعني يقعد قدام ولد جنبه ولد محترم ويهد عليه يهد عليه يعني يخلي شخصيته زيه يا اما ولد بيعمل حركات وحشة بيقول الفاظ وحشة فطبعا انت لو معك امكانيات مش هتدخل ابنك حكومي لكن انت مضطر مين اللي مضطر يتدخل ابن حكومي اللي هو ممعوش فلوس مش قادر حتى يدفع اي حاجة اليمن ده هو خيار الانسب لكل الفئات ليه اه بياخدوا طبعا هنروح لأول للحكومة بياخدوا ايه يا جماعة بياخدوا عربي وبياخدوا كونيكت وبياخدوا حساب بس ده سأولى و تانية و تالتة او كيجي وحساب وعربي كونيكت 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 اللي هو منهج الانجليزي تمام روح للتجريبي التجريبي بياخد ايه عربي وكونيكت وماث اللي هو رياضة بالانجليش وبياخدوا كونيكت بلس منهج الانجليزي زيادة الاربع مواد دول وده تقريبا بيدفع له تلات تلاف جنيه او الفين و نص في السنة كلها هو شبه اللغات بس مدعم الحكومة نفس الحكاية انا مش ضامن ظروفي ممكن جنبي ابني حد يكون مستوى الاجتماع كويس او او متربي كويس او الناحية التانية مش ضامن ظروفه يكون ايه ادخل ابني لغات ولا عربي خاص ولا انا عايز ادخل ابني حكومي فالبريستيز شوية ملموس فبدخله تجريبي مع ان بعض المدارس او الاماكن التجريبي فيها بقى زي زي الحكومي بقى كله بود فيه فما بقاش في فرق ده الخيار التاني بياخدوا ايه عربي انجليش اللي هو بياخدوا الحكومي ومعه اللي هو منهج انجليز زيادة بتاع اللغات وكمان في اللي هو الحساب بس بالانجليزي لاركم بالانجليش خلاص ده من اللي هيدخله اللي هو ما معهوش فلوس يدخل خاص ومن نفس الوقت مش عايز دخل حكومي نيجل الفئة التالتة وده برضو بياخد دروس الفئة التالتة عندي الخاص هدفع فلوس بقى هدفع تلاتين الف جنيه في السنة اربعين خمسين عشرين خمستاشر زي نوع في نوع كله مدرسة وليها اسعار تمام ده بيعمل ايه بقى بتقسم من القسمين يا اما ده خاص احنا نتكلم في الخاص بقى بنتكلم في الخاص الخاص عربي وخاص لغات يعني ايه خاص عربي بياخدوا عربي وانجليش وكنكت بلس كمام وبياخدوا رياضة بالحساب بالعربي مش ماث اربع موات تمام الفرع التاني اللي هو الخاص اللغات بياخدوا برضو عربي وانجليش وكنكت بلس وبياخدوا الماث او الرياضة بالانجلش ده الفرق بينها العربي الخاص واللغاء هم الاثنين نفس الفئة وفي نفس المدرسة بتلاقي قسم كده وقسم كده الفرق بينهم اللي ده بياخدوا الرياضة بالانجلش وده بياخدها بالايه بالعربي وده بعد كده هياخدوا العلوم بالعربي وده هياخدها في سنة ربعة بالانجلش الدراسات عربي في الناحيتين والعربي عربي في الناحيتين خلاص وده برضه لو بياخد درس معايا الفئة دي ومعايا الفئة دي يبقى الحكوم بياخد درسي معايا والتجريه بياخد والعرب اللغات او العرب الخاص واللغات الخاص البعد كده الناشنال ده بقى اعلى شوية مصاريف اعلى بينضاف عليهم منهج تالت انجليزي يعني في مدارس بتشيل بتسيب بلاس وتحط معاها سوبر لاند مثلا تمام منهج زيادة او ماكمنة مثلا تمام منهج زيادة ده منهج بقى خاص بالمدرسة مش خاص بالناس كلها المدرسة بتنزل منهج ده انت مضطر هتدي درس وتشوف حد كمان في الفصل بيد المنهج الخاص ده لان مش هتلاقي مجموعة الناس فيجي تسألني يا مستر فيه منهج سوبر لاندا او لو لقى يا جماعة ما عنديش حد لازم نتجمع مجموعة عشان نتجمع مجموعة همسك ميكروفون والف في الجروبات كلها يا جماعة انا عامل مجموعة فبقى صعب فلازم تجيب المدرس في البيت خاص اعلى حاجة بقى وده تمام ب مع منهج زيادة وطبعا ده مستوى عالي جدا جدا ومصاريف كتيرة جدا 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 وبرضو غالبا بياخد دروس مع مدرس الفصل تمام عشان هو بتكلم طول حصة انجلش بس ليا ملحوظة ده العرب بتاعه بيبقى بايز اطلاقا لانه بيعتمد اعتماد كله على الانجلش ومعايا اطفال كتير جدا جدا سواء مسافرة برا او هنا في مصر بيهتموا بالانجلش يا مستر لكن العرب بتاعهم في بيت يرجع يدخل معايا كورس تأسيس عربي خلاص وكمان والله في انترناشنال بتيجي تاخد كورس الفونيكس معايا انا بجيب لك كل من خبرتي بجيب لك كل المحاور والزوايا عشان انت تكرر في الاخر ده بياخد درس وده بياخد درس الانترناشنال اللي بيدفع تلات تلاف دولار في السنة مما يعود تلات تلاف دولار في السنة يعني حوالي تسعين او مية وعشرين الف جنيه في السنة بياخد كورس الفونيكس معايا اطفال كتير جدا جدا اخد كورس الفونيكس انترناشنال معنا كده ان المدرسة برضو مش مدية الحق طيب اما لانا دخل ابن انترناشنال طبعا هيوعد جنب حد نظيف جدا جدا مستوى اجتمع عراقي جدا جدا فيه انشطة فيه حفلات هتلاقي ابن ناس شكله كويس بيئة كويسة انا بتشتري لابنك بريستيج ركز معايا عشان انا بقولك الموضوع بخلاصة والخبرة السنين كلها بتشتري لابنك بريستيج وشكل وصور وحفلات ونادي واشتراكات واولياء امور هتعزموا وحفلة على حسابك وهتشتري كل حاجة بريستيج بتشتري لابنك بريستيج انا معايا في الوسورة بنامي الديني بالزيادة لما ادفع لابن مية الف في السنة عادي جدا جدا مية من مليون في الشهر باخد مثلا مليون في الشهر لما ادفع له مية الف جنيه في السنة فانا ده بالنسبة لي فك لكن بالنسبة لي انا وبالنسبة لحضرتك هبيع البيت عشان ادخل ابني انترنشنل ننزل تحت شوية بقى الناشنل مصاريف اقل شوية نفس الحكاية برضو بريستيج وصحبة ومامي وبابي ودادي والناس دي كلها وطنت معرفش مين وعمه مين وشغال في السلك الكهربائي والدبلوماسي نفس الحكاية ننزل تحت شوية العرب اللغات وطبعا ده الفئة دي بتبقى يعني واحد دخله بدأ يتحسن شوية فبعايز ابني يبقى في مكان احسن فبدخل ابنه العرب الخاص او اللغات احنا قلنا قبل كده تمام وده برضو كمان بياخد درس يا جماعة الموضوع كله ان هو بيشتري ابن جريستيج يعني حد بقول لي يا مستر والله انا مش موضوع معايا فلوس بس المكان اللي ابني اللي كان لنا فيه عشان ادخل ابني حكومي فيه سوري في اللفظ انا مش عايز اجرح في حد بس بيدخل المكان اللي احنا فيه ده المدارسة الحكومي ما بدخلهاش غير اولاد البوابين والفئات الاجتماعية المتدنية او الطبقة اللي هي الكادحة فانا مش عايز ابني يبقى في نص الناس دي فانا هندين وهتعب وهشتغل ورديات عشان ادخل ابني مكان كويس ده حد بيفكر كده انت هتقول لنا هعمل اي يعني انا هموت انا ما هو عنده اخ واثنين وثلاثة انا هموت نفسي حكومي حكومي او تجريبي ده باختصار شديد او بكل التفاصيل عن العربي الحكومي والتجريبي واللغات او العرب الخاص او اللغات في نفس المدرسة وبعد كده الانتر ناشنال تمام هتقول لي طيب مثلا ادخل ابني المناهج جماعة كلها واحدة زي ما انت شايف هنا كونكتو هنا كونكتو كونكتو هنا بلص هنا بلص يعني هو الحكومي بس اللي مش في بلص طيب انا هقول لك حاجة انا معايا اولاد حكومي او بنات حكومي اولاد الحمد لله بفضل الله بتأسسين معايا بيدخلوا معايا في المنهج كونكت بلص بتاع اللغات ده معنى ايه ده حد اهو بيحاول على قدر على قدر ما يقدر يوصل ابني للمستوى كويس مستوى تعليمي المستوى الاجتماعي ومش ضامن بقى الفصل عامل ازاي او الصحب عامل ازاي انا بقول له روح وربنا معاك يعني معايا اولاد حكومي الحمد لله شغالين معايا كونكتو بلص يعني بدخلهم مجموعة اللغات بياخدوا عربي وانجليش وحساب وكونكتو بلص معايا انه مش عليهم طب مش غلط كده لا مش غلط ما هو كونكتو بلص ده اعتبروا انه هو كورس زيادة بياخدوه وحمد لله واخدين كورس الفونيكس معايا ونطقهم ممتاز جدا 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 زي الانترناشونل بالزبط ومعايا اولاد تجريب نفس الحكاية مستموها كويس جدا جدا يعادل اللغات وفيما بعد وفيما قعل الفيصل هنا جماعة انت بقى شايف ابنك فين امكانياتك ايه طب انت يا مستر بتتكلم انا عندي امكانيات وفلوس راهيبة خلاص يعني هي الفلوس جاية لايه جاية عشان تنزه بيها نفسك قولا واحدا لو هي كتير خلاص هدخل ابني لغات هدخل ابني لو هي يعني فايدة زيادة عن اللازم يعني انا مش عارف اودها فين يعني اه احطه في حاجة كويس نفس الحكاية بالزبط لكن انا منعدم ما معيش عند ابني اتنين تلاتة اربعة خلاص هدخل حكومي تمام واشتغل على الانجلش كورس سوات انجلش واوي في الانجلش وموضوع الصحبة الاجتماعية او المستوى الاجتماعي هعمل ايه هرتقي شوية عايزة اخلي ابني ياخد رياضة بالانجلش وياخد عربي وياخد هدي تجريبي بس هو زي الحكومي كله بقى بدخلو تجريبي تمام بس خيار كويس انا ما معيش فلوس ما هو احنا في ظروف بتحكم علينا بعد كده انا ربنا ما ديني شوية ويعني اقدر اوفر تلاتين الف جنيه في السنة لابني او اربعين الف جنيه بالمصاريف بالباس بالحاجة دي هدخلوا لغات ما خلص كورس الفونيكس ودخل لغات وما امتبعتتلي واخد معايا منهج سنة اولى لغات وما امتبعتتلي دخلته تانية قررت ان شاء الله من كتر ما الولد مستوى تحسن معايا يعني هو كان سنة اولى عربي يعني مش لغات من كتر مستوى ما تحسن قالت انا في ايه دي فرصة احوله سنة تانية يروح لغات ان شاء الله قلت لها كويس جدا ان شاء الله الولد مستوى كويس اخد الكورسات معايا كورس الفونيكس واخد منهج معايا كويس فهو مؤهل لكده وفعلا حولت له مدرسة لغات بتقول لي بس يا مستر المدرسة لسه مدحكة جديد واللي انت تقوله في كي جي تو هما لسه بخدوه في سنة تانية يعني انت بتشرح المنهج بتاع تاني ادخد معايا منهج تانية طبعا بتشرح معايا منهج تانية حاجة تانية واللي هما بيدوه في المدرسة يدوب دا ينسب سن كي جي تو يعني مش كل المدارس كويسة واقسم بالله حد ماتصل علي معايا في المنهج بقول لي والله يا مستر اعتماد الكل في لغات اعتماد الكل على الدرس الولد بروح بدخلوا لهم حصص احتياطي او مدرسين متبرعين كمان في اللغات يا جماعة طبعا ما دافع فلوس ليه انا دافع فلوس ليه مش عايز احكم على حاجة انت امكانياتك اللي هتحكم عليك وعقلك انت سمعت الفيديو كله اتمنى اكون قلت كل التفاصيل انا مش عارف سبت حاجة ولا لا عرفتك المواد اللي هنا والمواد اللي هنا والمواد اللي هنا هنا بيبقى عامل ازاي في الحكومي خلاص انا ما عنديش مجال ادفع فلوس هدخله حكومي واشتغل عليه كورسات تمام و بعد كده المستوى التاني تجريبي يعني ادفع الفين ومصف في السنة دي حاجة برضو مش كتير وبرضو هياخد الدروس او ربنا بالديني هدفع تتين الف جنيه في السنة هدخله وهددله دروس انت بتقول كده ليه انا مرتلاك بحكم عن الناس اللي معايا ناشنال معايا فلوس هدخله خمسين الف جنيه ولا عبعين الف جنيه وفي نفس الوقت كمان هددله دروس نفس الحكاية يا صابت يا خابت بدخله انترناشنال يا اما يتأسس كويس هناك وبقى حد كويس او هتلاقي حاجة طغي على حاجة العربي تعبان لانها مدرسة انترناشنال او الولاد مش قادر يجاري المستوى اللي بتكلم بالمدرسين لانه من ممنوعك تتكلم كلمة عربة هناك يا اما يلقط معهم ويمشي يا اما ما قادرش يجاري المدرسين فتطره هدلوا كورس خارجي ان حد يكلمه عرب وانجلش مع بعض عشان يقدر يمشي شوية ويقدر يلحق الناس دي او بعد كده يحصل انتكاسة وحول له لانه مش مستوعب اللي هما بيقولوا ده كل التفاصيل يعني لو في حاجة تانية ينفع اقولها كنت قلتها بس انا انا بحاول انا اعملها اسوف عشان افتيكر حاجة اقولها يعني اقولت كل المواد وقلت الظروف ايه والصحبة ايه يعني انت اللغات الناشنال تشتري ابنك بريستيج جنب التعليم يعني بتخلي ابنك روح البص ويرجع من البص ويكون فيه انشطة ويكون فيه اهتمام عشان تدفع فلوس مش كل المدارس برضو بتقدم الخدمة دي يعني فيه مدارس برضو يعني الناس بتودئ اولادها عشان تعدي السنين والولاد قاعد في البيت بياخد دروس اونلاين وهو مبرش المدرسة بتحصل كتير جدا 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 او مش تشارك تلو في مدرسة عشان بس يعدي السنين جاية دي كل التفاصيل ياريت لو فيه اي حاجة انا ما قلتهاش علق تحت وانا هاخد سكرينشوت زي ما عملت في الفيديو ده وهبعت هجاوب عليه تاني باذن الله تعالى محدش يقول لي تاب انت رايك يا مستر انا قلت لك هي موضوع امكانيات وموضوع ظروف انا قلت لك كل الخيارات معاك فلوس مش عمل لها حساب خلاص دخل هستلف وهندين وهحط نفسي في مأزك عشان ادخل ابن لغاتي يبقى حرام عليك لا يقلب الله نفسا الا وسعه حرام عليك خاصة ان انت مش تدفع تلاتين الف جنيه دول وتسكت وابن خلاص يبقى كويس ده بيت تحتضطر هتديه الدروس كمان طب المناهج صعبة فين؟ المناهج كلها واحدة يا جماعة العلوم هنا هو العلوم هنا هو كل واحد بس هنا علوم بالعرب هنا بالانجلش كونكت هنا في كل دول كونكت بس بقى فيه كونكت بلاس وفيه المدارس اللي بتنزل بوكلت خاص بيها هي منهج خاص بيها هي ده ما حدش ليه علاقة بيه بيشرح مدرسين مدرسة بس تمام المدارس كلها صعبة والفيصل في ده كله طفلي متأسس كويس وطفلي مش متأسس كويس غير كده ما حدش يضحك عليك وقولك المدرسة الانترناشنال بتأسس الطفل الطفل لازم متأسس حتى مدرسة الانترناشنال لما تروح تعمل مقابلة عارف اسمك تعرف ترد عارف الالوان الخضروات والاسمك بابا شغال يعني عايزين هو واحد جاهز يعني متأسس كويس يعني الفصل في ده كله طفلي متأسس فانت شوف امكانياتك ايه وانا قلت كل التفاصيل لو في سؤال انا معرفش او حاجة موضعتها بتبتحت واناها ان شاء الله هجاوبك عليها ياريت او يارب يكون قدرت اوصل او اجيوب على السؤال محير ده اللي بيجي دايما على طول واشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته